اشتركوا في القناة وخلونا نبلش بالفيديو وكما قلت لكم بفيديو البارحة اليوم ستصدر قائمة المنتخب وهذه القائمة قد صدرت قبل قليل ضمت القائمة 31 لاعب وسيتم انتقاء 27 لاعب للقائمة النهائية وأسماء اللاعبين هم هاي كانت اسماء اللاعبين الموجودين بالقائمة والآن خلونا ننتقل على الايجابيات والسلبيات بهذه القائمة خلينا نبلش بالايجابيات الايجابيات هي اعادة اياز عثمان للمنتخب السوري وكذلك سعد احمد واستدعاء المحترفين كحسام عايش وملهم وكاسكاو واياز عثمان ايضا وفي شغلة جيدة ايضا بهاي القائمة هي استعادة مؤيد العجان وتكلمت قبل اسبوعين بالضبط بمقطع عن مؤيد العجان وقلت انه لازم يرجع للمنتخب كونه متألق مع الرفاع البحريني وهو الافضل بمركزه حاليا وشيء جيد ايضا اعادة نجوم قد غابوا عن المنتخب بالفترة الاخيرة كمحمد الحلاق ومحمد المرمور وعلاء الدالي ومارديك مارديكيان واحمد الصالح واحسين جويد واحمد مدني واستدعاء حسين الرحال كاول مرة هي ايضا خطوة جيدة تحسب لغسام معتوق اما السلبيات فهي التعنت باسماء لا تستحق ان تلعب بمنتخب البراعم لا بمنتخب الرجال كالعالمة والميداني والحميشة هذول الثلاثة لعبين واسطات 100% العالمة حطم رقم قياسي باكل لغوال بثلاث مباريات تلقى تسعة اهداف كاكثر حارس في الدور السوري تلقيا للأهداف وعمر الميداني حدث ولا حرج بالمنتخب جلطنا وفلجنا ومعنا دين نصر الكويت يحطينه دكة يستنوا لينتهي عقده ليقولوله الله معاك اما الحميشة فهذا برأي امكانياته لا تسمح له بوجود اسمه بالقائمة لانه يوجد لعبين افضل منه بكثير واضرب لكم مثال ماهر دعبول وسط الوثبة ما شاء الله عليه مقدم اداء اسطوري ومكسر الدنيا مع الوثبة هذا الموسم ومحمد عثمان برغم عدم مشاركته مع نادي لفترة طويلة لكن يبقى افضل من الحميشة برأيه فهذا كان رأيي بالقائمة اكتب لي رأيك بالتعليقات وهذا كان فيديو اليوم اتمنى تكونوا انبسطوا اشوفكم عن قريب السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته